عايز اقول لكم اللي بيحصل في الاهلي قبل القمة اللي بيحصل في الاهلي اقول لكم واحدة واحدة كده علي معلول شارك في المران الاخير مساء السبت وتأكد جاهزيته لمباراة القمة الو ديانج لم يشارك في التدريب الختامي يعاني من رشح في الرجبة ولكن هيكون متواجد في المعسكر معسكر المباراة لكن صعب يلعب هذي المواجهة كابت سامي قمصان ركز ركز على القراط العرضية خلال المران ودرب اللعبين عليها بشكل كبير واللعيبة الكبيرة زي شناء وليس سليمان وربيع قعدوا مع اللعيبة في جلسات منفردة وجمعية عشان يحفزوهم للمباراة سامي قمصان حرص انه يتكلم مع اللعيبة في الساعات اللي فاتت قبل التأمرين والتأكيد ليهم عضلية الفوز وان الفريق لازم مسرته تستمره وما يكونش فيه تأثر بأي حاجة ده بالنسبة للأهلي ايه بقى اللي بيحصل في الزمالك محمد عبدالغاني انتظم في التدريبات الجمعية بعدما تماثل الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل وتعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة وحمز المثلوسي انهى بنامجه التأهيل بعد إصابته بفأنكل القدم واللعب يكتفي بخوده لتدريبات بدنية أحمد فتوح وحاز إمام بيؤديان تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي ومحمد أبو جبل أدى تدريبات تأهيلية أيضا في الجمانيزيم في الزل معاناته من إجهاد عضلي وتأسيمة فنية في ختام مران الزمالك تحت إشراف فريلا شهدت توجيه اللعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها ومن ناحية تانية الزمالك يخاطب وزارة الشباب الرياضة لنقل مباراة القمة واللعب بدون جمهور لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وزارة الشباب توجه شكوى الزمالك إلى الجهات المختصة باتحاد الكرة وربطة الأندية ده بالنسبة لمباراة القمة الأهلي قال أنه بينتظر محاسبة المسؤولين عن تجاهل خطاب الكاف بخصوص نهائي دوري الأبطال الأهلي نهاردة أصدر بيان ملخصه أنه الأهلي قال أنه الجهات ذاتة لاختصاص مستني منها أنها تحقق في الأمر وتحاسب المسؤول عن اللي حصل في أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفرق وأنا بصراحة مع الأهلي في القصة مجدبش عليكم يعني يعني أنا مع الأهلي في القصة دي أهلاً في خطأ يبقى لازم حد يتحاسب أو على الأل يعترف أنه أخطأ عشان الموضوع زي ما نادي الأهلي النهاردة قال في بيانه يخصنا إحنا يخص الكرة المصرية يخص بلدنا فحقنا إحنا كلنا مش حق الأهلي ولا جميله بس حقنا كلنا فحنا محتاجين نشوف الحق ده والأهلي ياخد حقه ترجمة نانسي قنقر